أحكي لكم بعض الكواليس النهاردة كان فيه اجتماع في مقر جزيرة مقر النادي الأهلي بالجزيرة اجتماع كان مهم جدا حضروا كل من 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 الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة الكابتن الكبار أعضاء لجنة التخطيط للقرة الكابتن زكريا النصف والكابتن محسن صالح وكمان كان في حضور من الكابتن سيد عبد الحفيز مدير القرة والكابتن سامي أمصان المدرب العام في الجهاز الفني السابق أو الأجهزة السابقة واللي من الوريد أنه يكون موجود في الجهاز الجديد دي لسه حاجة حنشوفها وحننتظر فيها الإعلان الرسمي اجتماع ابتدى بالضبط الساعة 2 الضهر انتهى قبل الحلقة بربع ساعتها انتهى بالضبط خمسة لربع يعني استمر حوالي ثلاث ساعات لربع فأكيد تم التطرق لعدد كبير جدا من الأمور اللي بتخص ملف المدرب واللي بتخص كمان موضوع اللعبين فالشغل قائم الناس تشتغل الناس بتشوف القرارات الأنسب وبتدرس بشكل وافي وفيه تريص وفيه دوق مقدر جدا استعجال جمهور الأهلي وانا منهم بصراحة انا مستعجل ما عارفش حاسي عايزة عرف يالله جماعة عايزين نخلص ونشوف مين المدير الفني اللي جاي نبتدي بقى شغلنا نبتدي استعداد لموسم الجديد الفرقة تستعد بشكل قوي اللعبة الجديدة اللي جاية هنعلن واحد دقارة تانية الدنيا تمشي بس كل حاجة هانت بإذن الله واحد أحد يعني اتطمنوا دايما بحاول اتطمنكم بشكل أو بآخر الإعلان الرسمي من خلال قناة النادي من خلال موقع الرسمي النادي الآلي فالأمور بتمشي في الطريقة اللي حراركم متعودين عليها من خلال النادي الآلي ما تخلوش حد ما تخلوش حد يحاول بشكل أو بآخر يخليك إيه ان انت تفقد الثقة أو تقول إيه ده احنا الناس نايمة على ودنها الناس مش شغالة ده فيه أندية تعمل صفقات فيه أندية مش عافية ده حقيقي فيه ناس تعمل صفقات وناس شغالة لكن مش معنى أن الأهل ما أعلنش عن أي صفقة أو عن حتى مدير الفاني لحد اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض إن الناس يعني مش شايفة شغلها في النادي أو الناس مكسلة أو الناس يعني يواخدين الأمور بالرحة لا فيه تريس وفيه هدوء وتروي عشان القرار اللي ييجي يبقى مناسب المدرب اللي ييجي يبقى هو المدرب الأنسب بالمناسب أنت ممكن تجيب أعظم مدرب في الدنيا ما يبقاش موافق ممكن تجيب أوحش مدرب يبقى موافق هيا دي هيا كده بس أنت بتاخد ايه بالمعطيات بـ CV وده مهمة قوي بتعمل كل اللي عليك بتحاول تختار الاختيار الأنسب وبالتالي التوفيق ده بتاع المولى عز وجل ده اللي نتمنىه دايما وإن شاء الله بإذن الله يكون حليف الأهلي في المرحلة اللي جاية لأن المرحلة اللي جاية صعبة جدا بعد موسم جمهور الأهلي يعني زعل من الموسم ده آه مقدرين طبعا الظروف مقدرين كل العوامل اللي أثرت على الفرقة ملاحظات شوية على جهاز الأجهزة الفنية وبعض اللاعبين كل ده يعني جمهور الأهلي طبعا عارفه لكن في نفس الوقت اللي جاية هو الأهم فالناس مترقبوا الناس عايزة تعرف المدير الفني وعايزة تعرف اللاعبين وحتعرفه قريب جدا بإذن الله تعالى وبالتالي إن شاء الله بإذن الله يكون الموسم الجديد مغير تماما عن الشكل اللي كنا شفناه في الموسم المنقضي وبالتحديد فيه النص التاني من الموسم الأخير يعني النص الأولين كنا ماشيين كواس أبو بصراحة في الدوري وفي كل حاجة وحتى أفرقيا وصلنا النهائي وزروف تاعة النهائي أفرقيا كلنا عرفناها وحفظناها يعني وحاجات كتير جدا أثرت على الفرقة لكن الناس مش بتبخل بأي جهد أو عرق تحقيق أهدف وطموحات وإرضاء غرور غرور جمهوري للنادي الأهلي اللي دايما عندهم تطلعات كبيرة جدا للبطولات أي إن كان العدد اللي عندك في تاريخك أنت عايز تاخد أكتر وأكتر وأكتر فإن شاء الله بإذن الله الأمور تبقى كويسة والأخبار تكون سعيدة بالنسبة للنادي الأهلي خلال الأيام القليلة جدا اشتركوا في القناة